جدد سفير الممثل دائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس أمام اللجنة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة تبقى الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية وأوضح هلال في هذا السياق أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بالدعم الكامل لساكنة الصحراء المغربية والمجتمع الدولي ويرحب بها مجلس الأمن ويعتبرها حلا جدا وذا مصدقية في جميع قراراته منذ عام 2007 كما تحظى بدعم عدد كبير جدا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي وأضاف الدبلوماسي المغربية أن الدليل الآخر على الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء هو إعلان القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية في العشر من ديسمبر 2020 بالاعتراف بسيادات التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها وكذلك افتتاحوا 22 قنصلية عامة من بلدان أفريقية وعربية ومن الكاريبي ودول أخرى في مدينتي العيون والدخل في الصحراء المغربية